انسحب محامور رئيس السوداني المعزول عمر البشير ومتهمين آخرين الثلاثاء من جلسة محاكمة في قضية انقلاب العام 1989 اعتراضا على تلاوة النائب العام لنصوص الاتهام إذ قالوا إنه كان ضمن مقدمي البلاغات في القضية قبل تقلده منصبه تم تقديم اعتراض من بعض المحامين على أن السيد النائب العام بصفته وشخصه يقدم هذه الخطبة لأنه كان قبل أن يصير نائبا عاما قد فتح بلاغا في نفس الموضوع بنفس الرغم كان شاكيا بصفته الشخصية وبالتالي لا يستقيم أن يجمع بين الصفتين إنه نائب عام وإنه شاكي وكرر القاضي أن تعقد الجلسة المقبلة في العشرين من تشرين الأول أكتوبر الجاري وهذه هي الجلسة السادسة لمحاكمة المتهمين الثمانية والعشرين بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة وهي أول محاكمة لتهم تتعلق بانقلاب في العالم العربي وفي حال إدانتهم سيواجه المتهمون وبينهم البشير عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام